اشتركوا في القناة الجراحات الروباتيكس يلي اليوم عم بتسهل اكتر واكتر ان كان النتائج او الشفاء ايضا ما هيك بالروباتيك سيرجوري شو اللي ممكن نحله من المشاكل الروباتيك سيرجوري هي او الجراحة الروباتية هي اخر تكنولوجي موجودة اليوم بالجراحة بشكل عام وخصوصا بالمثالك البولية عندها انديكاسيون كبيرة بكل السرطانات وخصوصا سرطان البروستات اذا بتحبي فينا نشوف اول شي كيف الروبو يعرفوا العالم كيف هالمكانة المشتغل عليها هايدي الروبو وده مقالفي من ثلاث قطاع الاليمان الاساسي اللي فيه خمس ايدين هادي بفوتوا ببطن المريض بخمس جروح صغار اللي بالنص هي الايلي اللي منقشع فيها شو عم بيصير بالبطن واللي عيامين الشاشة هي القطع اللي بيقاد عليها الجراح وبيحرك صبيعه فيها وبيدير هالقطع هادي اللي فيتين بقلب المريض وبيعمل العملية الصورة التانية هايدي الاليمان بيفوت بالمريض عم نشوفه شوي على اكبر هايدي بتفوت كل قطع منها بيقضح بالبطن مثل اللابروسكوبي وبيتفوت كل واحدة حاملة قطعه يا مقص يا بينس هايدي هي منشوفها كمان هون أدوية الجراحة كلها كل أدوية الجراحة بتركب بقلبها هون الكونسول اللي بنشتغل فيها يعني الإيدين بيلقطوا هالماسكتين مع بيدالات بالإجرين منحرك القطع الموجودة بقلب الروبو ومنحمل الجراحة عن بعد وهو دي الانسترومان اللي مبدئيا بيكونوا موجودين جوه فيها اختصاص لحاله حكيم صاريك الروبوتيك يعني الروبوتيك لازم واحد أكيد يكون عاملة لأنه مبين فيها أكتير فيها تقنية عالية جدا أيضا طبعا 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 يعني أنه جراح عادي بدهوا يعمل الروبوتيك زيادة تقدر يعملها التقنية نعم ذكرت سرطان البروستات هل ممكن تغنينا عن علاج قد فيها دقة أكتر وشو الميزات طبعا غير الجراحة التقليدية إذا تسمحي لي شوي أحكي عن سرطان البروستات بسرعة معنا وقت يعني سرطان البروستات لازم كل رجال يعرف أنه من 45 سنة وطالع لازم يزور طبيب مسالة بولية ليه في فحوصات كتير بسيطة فحوصات دم بتخلينا نكتشف بشكل مبكر سرطان البروستات اللي هي البي اس آ وباختصار إذا منعمل كل سنة بي اس آ ما منقلب بمشكلة أول ما تطلع عالية من تبعها أكيد في فحوصات وراها لازم مراتي نعمل رانين مغناطيسي امرقا إلى البروستات تنحدد وين التمير منرجع يمكن نضطر نعمل بيوبسي وعلى أساسها بنعمل الجراحة هلأ فينا نعمل جراحة استقصال الكامل تبع البروستات أو بالجراحة العادية أو بجراحة التنظير أو بالروبوتيك ثلاثتهم صالحين لكن الروبوتيك عظمتها تشوفي الإشياء عشر مرات أكبر وقت اللي بديك تعملي هلأ ما نشوفها في فيديو بعد شوي وقت اللي بديك تعملي توصلي المبولة بالمجرى بعد ما نشيله البروستات أدأ بكتير يعني بتخلينا نتفادى مشكلتين كتير مهمين وبتفرق عن الجراحة العادية لهن مشاكل الانتصاب عند الرجل ومشاكل ترويح البول هذه الصورة بتفرجينا المبولة القصبة محطوط عند البروستات وفوق هو مجرى البول هللي بديو ينشيل هو البروستات اللي بالنص فإذا بيصير عنا فراغ بين المبولة والمجرى هلأ مشوف كيف نوصلهم على الروبوتيك إذا بتحبي في فيديو زرير واجعوا الشباب كلهم هون نعم رح نشوف الفيديو سوايا اللي بيفسر لنا أكتر طريقة العمال إيه سريع وأدي ممكن نتفادى التداعيات السلبية مثل ما تفضلت وذكرت لأنه فيها دقة كتير عالية بالشغل اليوم صارت موجودة بلبنان بمتناول الجميع حكيم طبعا أدي وقت الجراحة أدي بدنا وقت للشفاء من بعدها موجودة عندنا بمستشفى المشري وبيتداول الجميع أكيد بيجي المريض اللي عنده مشكلة بنفحصه ومنقرير الجراحة هلأ هايدي الروبوتيك الهون عم نشيل البروستات شلناها وخلاصنا حتى يناها بكيس عم تطلع كله هاي عم تشتغلي عم بعد هون صار فيه المجرى والمبولة إذا بتريد يوقفنا الصورة هون حتى نشوف المجرى والمبولة كيف بدنا نوصلهم ببعضهم وهون الدور الروبوتيك كتير مهم لأنه منقدر نعمل أنستوموز كتير مهمة يعني ما بتخلينا ما بتخلي المريض يروح بول لا إراديا هاو دولة يلي كانوا من تداعيات كلاسيكية لأسقصال البروستات اكزاكتما أكيد التداعيات أهمة بقصة من الحالات يعني 20 أو 25% بالجراحة العادية بيضل عندهم شوية ترويح بول وبيروح الانتصاب هون أداة بتخفى الناس هون لا لا تقريبا شبه شبه معدومة شبه معدومة خصوصا إذا كان هالأنستوموزن عملية مبدئيا بيروح البول كم يوم بعد العملية بس إجمالا ما في ترويح بول على المدى الطويل شبه معدومة والانتصاب لا لأنه البروستات مغلفة بإذا بدك فيلي شبكي من الأعصاب على الروبو منقدر نفوت بين هالشبكة الأعصاب وبين البروستات ونترك شبكة الأعصاب موجودة اللي هي مسؤولة عن الانتصاب هذه بتخفف كتير من تداعيات ما بتنجرح يعني ولا بتنقص نتركها نتركهم ومنشير البروستات لحالة بشكل أوضح لأنه على الروبو عم نشوف عشر مرات أكتر دونك فيه دقة أكتر بالعمل الجراحي دكتور بعضنا شيء عن الجراحة أو بدأ ندقل شوي على الهي لا بس كف الفيديو بس ستشوفي كيف نعمل الانستوموس كيف نصل المجرى لأنه بدنا نحكي شوي كمان عن بعض العلاجات تخارج الجراحة خلينا نكمل الفيديو هون عم نصل للمجرى عم يتخيط بالمبولي وهي مرحلة كتير مهمة نخلي الصمام موجود مشان ما يصير فيه فقدين لإرادة للبول نعم هون يعني نوع من تطمين اليوم لكل الرجال يلي عندن فوبيا من هالعملية حقيقة طبعا وهون موضوع خطير جدا لأنه إذا تركنا هالمرض يتفشى بالبروستات معناتها ممكن وفي احتمال يتفشى بكل أنحاء الجسم طبعا يعني ضروري يتنعمل هاي مانا اختيارية لسه لا 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 وقت يكون في سرطان بالبروستات أهم شيء الاكتشاف المبكر قد ما منكتشفها باكر باكرا قد ما منقدر نحصل على نتيجة أحسن وأكيد الفوبيا مثل ما قلت فيها على شغلتين واحد رجال يروح بي بي بعد العملية وما يكون عنده انتصاب شو بدك أكبر من اتنين اشياء يخاف منهم هون نتفديهن هون أكيد دكتور اليوم عابد نحكي كمان بعلاجات جديدة مش بس تقنيات جراحية جديدة مننا البي ار بي قد تعتمد كعلاجات ولا شو تحديدا البي ار بي اليوم وخصوصا هلا بآخر اتنين مؤتمرات صاروا بامريكا بالأي وآي اخر واحد بشيكاغو وقبل اخر واحد بشيكاغو واخر واحد للأسف كان عزوم لأنه كنا بفترة الكوفيد عابد نحكي كثير عن البي ار بي نحن نطبقها أصلا من سنتين بلبنان البي ار بي هو بلاتلت ريتش بلاسما أو البلاسما الغني بالصفائح الدموية يعني منسحب دم المريض منعالجه مع مواد منحطه بقيلة بتفصله وبشيل بس الأبيض منه وبستعمله معروفة لتقنيات التجميل اليوم عند النساء أو عند أطباء تجميل بالوجوة وغيره بالشعر تستعمل عند المطاري اليوم المواد طبعنا شوية صغيرة مختلفة بس تقريبا زيت التكنولوجية وتستعمل عند الرجال وعند النساء عند الرجال في مشاكل العجز أو المشاكل الجنسية هالمواد تحقن داخل العضو ودورة إنها تحفز الخلية الجزعية الموجودة هون تتعمل عروق جديدة وتزيد من ضخ الدم بقلب هالأعضاء ومنقدر نضف لها مرات الشوك ويف أو الموجات الصوتية كمان اللي بتعطي نتيجة رائعة عند النساء كمان كتير مهمة عند النساء البي أر بي بينعمل بالشفرات الخارجية عند المرأة اللي هي بتسكر ما تخلي الفاجينا وبتمنع إنه شوفي عنه بتنعمل بقلب الفاجين مشان تخلي تجدد الخلية كمان بزيت الميكانيزم بشغلة على الخلية الجزعية وكمان آخر شي عم نعملها مرات بالسلس البولي يعني عند المرأة اللي بتروح بول انكنتينانس ايريناير اللي بتروح بول لا إراديا بالمراحل الأولى تبعها وقت اللي عم نحقن بي أر بي بقلب المهبل على عنوء المبولي عم نقدر نجدد الخلية وهالبلاتو اللي بيحمل هالمنطقة وعندنا كتير حالات عم تصح إذا بمراحلها الأولى قبل ما نعوز الجراحة نعم وهلأ بالجراحة في التو تي و تي و تي و تي و تي أكيد صارها محكي عنه كتير عندكم بالحلقات لكن كمان بالأي و اي بأميركا عم نرجع للتقنيات قبل شوي اللي هي جراحية خلينا نرجع نفسر شوي شو هني صح جراحية يعني منفتح جرح صغير بقلب البطن ونشئل المبولي من قلب البطن وهون مرات منستفيد من زيت الجرح مشان نشد لبطن على المرأة يعني بزيت الجرح منكون شدينا البطن ومنكون علقنا المبولي وما بكون حطيت باندلات اميش يعني إذا بدك عضو خارجي فوضتوا على قلب الجسم مرات كمان عندها تداعيات تداعيات يعني عندها التهابات أو مرات بتحف تعمل إيروزيون كمان هون عم نرجع شوي على تقانيات المرشة المركاتي والجوبة الاشتاكة اللي هني تقانيات تستعمل مواد من قلب الجسم ما منحط مواد من بره دكتور هاشم اليوم بهالوضع بالزيت كمان الناس شوي عم بيتماهلوا انه يروحوا يشوفوا الحكيم في كورونا عم نخاف ما عم نعمل الفحصات الدورية يعني كمان هون قدي لازم نرجع نذكر بالموضوع هل تأثير الكورونا يعني على الجهاز البولي موجود أو لا يعني منسمع أوقات على الجهاز الهضمي وإجمالا على الجهاز التنفسي هل ممكن يكون فيه تأثير على الجهاز البولي أو المسائل البولي أول شيء الكورونا بشكل عام مزعجة لكل الجراحات يعني اليوم المريض عم نأخر لهم جراحاتهم بفترات الكورونا ما عم نعمل إلا جراحات إذا بدك الإرجانط الطارئة بالنسبة للتداعيات الدقيقة على الجهاز البولي بدي أصم لك الكورونا للمرضى لثلاث فئات أول فئة هن المرضى اللي عندن كوفيد وما تطروا يفوتوا على المستشفى هادي ما عمنا كثير فحصات بول لقلون أو دراسات بس أكيد الفيرل RNA تبع الكورونا موجود بأصم كبير بالبول تبعهم بدون ما يعمل مشاكل الأصم الثاني الفئة الثانية هن المرضى اللي فاتوا على المستشفى وما تطر ينعمل لهم رسبيراتور أو صار عندهم قصور بالجهاز التنفسي هادي تقريبا نعمل استاتيستيك بأمريكا بنيويورك على 5500 مريض طلع تقريبا 40% منهم بيعملوا ألبومين بالبول وقصور بالكلية طبعا وعندك من أصل هالأربعين بس ترجعوا بتشفوه هاو بيرجعوا بيشفوه نعم هلأ ثالث فئة المريض اللي بيطر يتركب على الهيسفيراتور هون في مشكلة كبيرة أول شي في عنا مشكلة الرئة روية اللي عندهم قصور كبيرة ومرة بتترك إذا ضل عايش المريض واله اللي بيعيشه مبدئيا تترك لداعيات من بعدها طبعا طبعا في بروز بالروية وهيك وأكتر من هيك في قصم منهم حوال 25% بيموتوا من قصور الكلوي يعني دغري بتنضرب الكلوي دغري دغري وفي عندك 50% منهم بأول 24 ساعة مما ينحط له انتوباسيون وينحط على الرسبيراتور بتزيد دغري الكرياتينين بالدم وبيصير عنا قصور بالكلوي منضطر نغسل منضطر ينعمل دياليز مرات بيشفوه للأسف مرات كتير وقت نوصل لها المرحلة ما بيعد في هذه هي يعني معنات المضاعفات اللي بتصير من جراء الكورونا والجهز تنفسي بس خلينا اخذ اتصال حكيم علو هلو بونجور يا هلا تفضل بدي سينيسأل سؤال للدكتور أكيد دكتور بونجور أهلا بس بدي أسألك شو هي العوارد البروستات عند عند الرجال بيترى بكث في فحص البياس آتي تيبين إذا واحد عنده بروستات أو لا نعم شكرا لأتصالك سؤالك كتير مهم ما قدرنا فتنا كتير بتفاصيل البروستات بس رح اشرح لك إيها اليوم عوارد البروستات عند الرجل هي أول شي كترة التبول يعني بيصير يفوت يعمل بي بي بالنهار عدة مرات بيصير يوعى بالليل يعمل بي بي عدة مرات وبيصير في صعوبة بدفع البول يعني بيحس أنه الدفع صار عنده خفيف لكن هاي دي مش معناتها عنده سرطان بالبروستات يعني فيه كذا مشكلة مش ضروري بس سرطان طبعا بيقدر يكون التضخم الحميد تبع البروستات يعني الأدينوم لبروستات اللي هو بيعمل زيت العوارد وبيقدر يكون سرطان للبروستات هلأ وين اللي بيميزهم تنينهم هذي اللي هني عندهم زيت العوارد هو البي اس آ فحص الدم هو اللي بيخلينا نميز بين البروستات الحميدة والبروستات السرطانية البروستات الحميدة بنقدر نعطيها علاج وحبوب وبتتعالج بالالفا بروكر بالتريتمانات سهلين مبدئيا وإذا طرينا نعمل لها جراحة جراحتها بالتنزير كمان كتير سهلة وسريعة وتداعياتها نفسها ما فيه تداعيات مش مثل لا لا ما فيه تداعيات أبدا لأنه عم نشتغل ضمن الكابسول تبع البروستات عم نفضي البروستات من جوا يعني ما بصير عندنا لا ترويح بول ولا إلا أبدا عليها بضعف الانتصاب لبل بتحسنه مرات فإذا بدنا نفصل بين البروستات الحميدة والبروستات السرطانية واحدة ما فيها تداعيات أبدا وعلاجها أهوان كتير والتاني علاجها كتير هيا لأنه اليوم سرطان البروستات اللي كنا نعملوا جراحيا كان يؤاد المريض بالمستشفى أسبوع اليوم يؤاد النهار بالروبو يؤاد النهار مع التداعيات اللي هي أقل بكتير عندي اتصال تاني علو بونجور يا هلا تفضل بس بدي أسأل الدكتور أنا بي توفى بي كانسر البروستات فأنا براحة تتوص كتير يعني عمري أربعين هلا عم بعمل تست الPCR مش الPCR شو اسمه PSR نعم عم بطلع 0.75 عم بيقول ما في شي بس بطريقة التبويل عملت كمان كل بحصات بالنسبة لمجال البولية بس عطول عندي كأنه حريق بالبول عملت فأنا ما بارف عملت الPCR عم بيطلع ما في شي نعم شكرا لأتصالك رح نجرب نجاوبك ممكن يكون في مشكل هون لا هون عظيم برافو عليك على الأربعين سنة اللي بلش تعمل PSR هالي شغلة ممتازة بتكفي عطول تعمل PSA على الصفر فاصلي ما في أي مشكلة أنه يكون في عندك لسا محلة أي سرطان بالبروستات لكن بما أنه فيه بالعيلة والوالد توفى فيها لازم ينعمل بشكل دوري كل سنة حتى لو كان بعده عمرك صغير دكتور أنا بعد دقيقة وحدها هل ممكن نتفيد هالمشاكل بالمسالك البولية أو بالكل من جراء الكورونا هل في طريقة ما نقدر نستبق الموضوع يعني كلها بشكل عام أكيد والحماية بالكورونا بشكل عام مثل ما عابتصير عنا بالبلد منا مزبوطة منا مزبوطة يعني اليوم اللوكداون يصار آخر 15 يوم يريد حكيم أنتو الأطباء يعني بتحكوا بالموضوع ما أخدوا رأينا عابينضرب بالاقتصاد والصحة بعدها هي هي هو يا بتعملي لوكداون كامل بدول قادرة اقتصادة يتحمل وهو سنبا نوتركاء يعني منح حالتنا أنه نقدر نعمل لوكداون كامل أو تترك العالم تروح مع بروتوكول معين بدين عمل بروتوكول واضح دقيق وينتبع بشكل مزبوط كتير حتى لا نضر الاقتصاد لأنه هلأ شو عملنا تركنا المؤسسات الكبيرة فاتحة المؤسسات الصغيرة اللي بتعيش يوميا ضربناها فقرناهم زيادة يعني حقيقة دكتور اللي عم بتقوله مهمة كتير أول شيء بدي أشكرك لكل التوضيحات دكتور فادي الهاشم اختصاص جراحة المسائل كباودي أعضاء التناسلية بدي أقول عن جد يعني هي هيك برات الموضوع بس ياريت نقابة الأطباء والأطباء بيكونوا عب يعطوا رأيهم بشكل أقوى من هيك مع احترامنا لكل قرارات الوزارة بس في عب يكون هيك يعني علامة استفهام على الموضوع شكرا لك حكيم رح ناخد بريك ونتابع اشتركوا في القناة